هذا وقد شهدت القاهرة أعمال الدورة 11 للجنة العليا المصرية ليبيا المشتركة برئاسة كل من مدبولي والدبيبا وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين بالبلدين وخلال كلمته بجلسة الدورة تأكد مدبولي على أن ما تحظى به اجتماعات اللجنة العليا من خصوصية وأهمية هو أمر كبير معربا عن تطلعه لترجمة اتفاقيات التعاون إلى واقع ملموس ومشروعات تم تنفيذها على الأرض من جانبه أكد البيبا رغبة ليبيا الصادقة في تعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات